شبنا الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرح المرسلين اليوم إن شاء الله نبدأ شابتر 3 اللي هو Steady Heat Conduction نشوف Steady Heat Conduction in Wall Plain Wall Thermal Resistance Concept أولين أريد أن نشوف بنسبة Plain Wall الـ Heat Transfer Through the Wall of a house can be modeled as steady and one-dimensional steady لاش؟ لأنه كمية الحرارة المتقلة ذابتة ما تتغير بالنسبة للزمن لاحظة درجة الحرارة هذه حتى تطلع 20 هذه حتى تطلع 3 ما تتغير مع الزمن ما في تغير مع الزمن إذن كمية الحرارة كمية الحرارة اللي دخلت هنا في هذا الـ Plain Wall عند الـ In عند الـ X تساوي 0 هنا ناقص الأوتس اللي في السطح الخارجي هنا تساوي Delta Wall على Delta T لكن Delta Wall Delta E Wall على Delta T قلنا for steady operation steady heat conduction هذا يتساوي الصفر ما في تغير مع الزمن نهاية إن steady operation the rate of heat transfer through the wall is constant ما يمعرف يعني حتصير كمية متقال الحرارة المنتقلة من هنا هتكون ذابتة وتساوي minus K في A في Delta T على Delta X اللي هو Fourier Low of Heat Conduction نفس القانون موجود عندنا هنا لكن جيب لي Delta X في هذا الطرق الثاني تصير هنا كله هنا بطرق لكن كامل من وين اللي هو من لاحظ نحن حنشوف إيش اللي حصل من عند T1 إلى T2 أو من الصفر إلى L بالنسبة للX سنقول من الصفر إلى L وبنسبة للT سنقول من T1 إلى T2 سوي هذا التكامل نحن نجيب نتيجة تحصير كالتالي التمبراتشار هذه إذا ودك تجيبها فأنت لاحظ نحن ننطلق من T1 إلى T2 هذا هو سمك الول إذا ودك تجيب درجة الحرارة في أي مكان آخر فأنت خلي T1 سيما هي لكن عوض عن T2 بT أعوض عن L بX مثلا إذا ودك نجيب درجة الحرارة هنا في النص فأنت حد تقول ليش X تساوي كام تساوي L على 2 أوكي نحن نعيد بس كتابة هذا القانون لاحظ KA هذه وده أجيبها هنا KA هذا البرامتر صار عندي نسميه Rول إذن اللي هو يساوي L على KA هذا يسمى ايش Thermal Resistance Conduction Resistance of the Wall اللي هي Rول هذي ايش تعني Thermal Resistance of the Wall Against Heat Conduction مقاومة هذا الجدار لنقل الحرارة عن طريقه بالconduction طبعا Thermal Resistance of the Medium depend on Geometry وين Geometry مش هو يتعلق بالarea surface area وبالthickness إذن هو مرتبط بالGeometry مرتبط كمان بإيش بالThermal Properties اللي هي Thermal Conductivity هلا ودينا نشوف Analogy between Thermal and Electric Resistance في الكهرباء معروف انه كمية التيار انها تساوي الفرق في الجهد على المقاومة السلك لاحظ نقول انه اينما وجد فرق في الجهد فمعناها موجود فيه تيار كهربائي يمر من هذا السلك قلنا كمان هنا انه اينما وجد فرق في درجة الحرارة فهنا كمية تترانسفر تمر من هذا الول اذا نقارن الQ بالI الRate في ترانسفر نقارنها بالCurrent Electric Current Thermal Resistance هي Thermal Electric Resistance المقاومة هذا السلك هي مقاومة الجهد طب Temperature Difference اللي هي اصلا السبب في نقل الحرارة تقارن بالVoltage فرق بالVoltage يعني مرورتية هذا كان بالنسبة الConvection الConvection هل لا ودنا نشوف بالنسبة الConvection الConvection هنا عندنا عندنا Fluid Flow يتحرك بهذا الاتجاه درجة حرارة وT Infinity إذن سيتم انتقال الحرارة ما بين Service الموجود هنا لدرجة حرارة وT S وT Infinity إذن هذا المقابل للDelta V إذن نكتب القانون قانون الConvection المعروف لكن نحاول أنه يكون عندنا إيش لأنه هذه Q. هي I وهذه هي Delta V صح البقية هي هي الResistance لكن مفروض نكون مقسمين عليها إذن نقسم عليها ونقول عليها إنها هي R Convection الموجود عنها وقيمتها كم 1 على HS إذا جبت هذا تحت يصير 1 على HS طب إيش يعني Convection Resistance of Service و Thermal Resistance of Service against Head Convection ومقاومة هذا السطح للحرارة الجاية من Convection المحيط حوالي هنا طبعا إذا كانت الـ H هذه إذا كانت كبيرة جدا فهذا يعني أنه Resistance becomes Zero ما فيه مقاومة لهذا Convection وهذا الشيء يعني أنه TS تقريبا تساوي T Infinity وبالتالي ما فيه عندنا أصلا انتقال الحرارة بالنسبة للراجيشن Resistance نحن هنا عندنا هذا السيرفس هذا السوليد عندنا السطح تبعه تصل الحرارة لكن من جهتين لاحظ كيود تنقسم إلى قسمين جزء Convection و جزء Radiation لا أنا ودي بس الذي يصل من Radiation أول شيء نكتب القانون تبعا Radiation وأن المهم عندي هو الفرق في درجة الحرارة لأنه الفرق في الجهد أكتبها بحيث أنها تكون الفرق في درجة الحرارة والمقص اللي سيقسم عليه سيكون هو Resistance درجة الحرارة هو الفرق ما بين T Surrounding والTS اللي هو السطح إذن T rad تساوي H rad AS و H rad هي قيمتها معروفة لأنه بعد تحليل هذه الأقواس اللي هي هذا الفرق بين مربعين تسويها مرتين تدرب تعطيك نفس هذه القيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته